السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده معينا بضيف الحلقة الأستاذ علاء عمارة صاحب فكرة مشروع عمارة الإسلام أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك كنت معينا في لقاءة متعددة وكنت فطرحت أفكار مشروعات قومية جميلة جدا ممكن تحقل اكتفاء الزاتي وبتحل الأزمة الاقتصادية واخترحت اقتراحات وحلول لحل أزمة الكعربة لحل أزمة الماء وصراحة أنا بشجعك جدا وبحب أسمع الأفكار اللي أنت بتقولها لنا على طول دايما فأعرف أن حضرتك عايز تقول لنا أن فيه أفكار جديدة بالنسبة لمشروع عمارة الإسلام اللي أحدثت جدل كبير وعندك كمان أفكار جديدة لمشاريع جديدة ممكن هجلت تترحل لنا أفكارك بإذن الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا للتكلم عن مشروع عمارة الإسلام مشروع عمارة الإسلام ده مشروع مطروح للسيد الرئيس عفتاح السيسي للنظر فيه المشروع أولا هيتنفذ على الحدود المصرية دلوقتي على الحدود المصرية؟ على الحدود المصرية داير جميع الحدود المصرية المشروع يتنفذ داير حول مصر هيمنع عن التطفل أي بني آدم جريب أن هو يخش أرضي هيمنع أي حد يهرب سلاح أو مخدرات ده مشروع إيه؟ حماية الأمن القومي مثلا؟ هو مشروع عمارة الإسلام هيبقى في نفس الوقت حماية الأمن القومي تمام هو المشروع أمن قومي من الدرجة الأولى ليه؟ لأنه هيمنع التطفل أو هيمنع أي حد يخش سيناء لأننا هعمل المشروع بتاعي دايرة حول مصر تمام الحدود كلها نحامتها تانية حاجة بعيدة عن الحدود أنا حامت الحدود زرعت أرضي طهرت أرضي من الأرغام قبل كده الأرض عندي فضية بدل ما تبقى مطمع لإسرائيل دلوقتي أو أي دولة تانية حولين الحدود إحنا هننفذ المشروع بتاعنا حولين الحدود يبقى أنا حفظت أول حاجة الأمن القومي لحد بتاعي تانية حاجة من الأمن القومي الأكل والشرب بتاع البن عدمين وفرص العمل أنا المشروع بتاعي بيقدم 78 مليون أردب رز في السنة 78 مليون أردب أمح في السنة أنا عندي الفدام في الأرض الزراعية الأرض العادية الفدام بيطرح من 10 ل20 أردب في السنة أنا هقولي منها زرقية الخيبة ما بقافش أزرع الفدام بتاعي يجيب 10 أردب 10 أردب في 7 مليون و800 78 مليون أردب 78 مليون أردب رز وأمح أنا حاسب كيلو الأمح أو كيلو الرز بعشرة جنيه يعني معنى كده أن الأمح كيلو بعشرة جنيه يعني معنى كده البسكوتات أي حاجة مشتقة من الأمح هتبقى برخص الطراب الرغم إن إحنا في زيادة الأسعار الأمح والرز تطبيقهم أنت بتشيل الأردب من بردب ألف ونص أنا هوفرولك بألف جنيه إزاي بقى؟ هوفرولك بألف أنا بكلمك بديل عن المشاهد يعني بحور حضرتك بديل عن المشاهد المشاهد هو بيزرع في الأرض الزراعية بيصرف عليها 3000 جنيه جاز يعني ده نقل معنى قياسة جدو حضرتك عامل قياسة جدو عامل دراسة جدو دلوقتي الفدان في الأرض الزراعية العادية أو في الأرض الصحراء بيصرف بس جاز ب3000 جنيه في الشهر غير الحرط غير الحرط غير الحصاد غير حاجات كتير غير تعب المواطن نفسه أو المزارع نفسه غير تعب ومرمط أنا وغير المية حوالي الفدان بياخد 15 متر مكعب في السنة يبقى أنا دلوقتي وفرت على المزارع جاز صرفت عليه بهدلة صرفت عليه مرمط يعني وفرت عليه كل ده ده الناتج بتاعي أنا وفرت لك المنتج بتاعك ب1000 جنيه لأن أنا قلت قبل كده أنا ما بصرفش على الزراع بتاعتي غير البزرة البزرة بس المية عندي في المشروع هتبقى تلقائها طب ممكن تفكر المشاهدين فكرة المشروع من الثاني؟ فكرة المشروع هتبقى مبنى مسلح مقاوم ضد المية تمام في مواد دلوقتي بتحطم المسلحات في الإنشاءات بتفيد حماية المباني تمام امتداد عمر المباني المشروع معي عمره لا يقل عن 100 سنة حلوة وكواس جدا ده بالنسبة لعمر المباني؟ عمر المباني أنا عندي الدور الأولاني والدور الأخراني هم 15 دور مزرعة سماكية وفي نفس الوقت خزان مياه خزان مياه عنده الدور الأول بعد وش الأرض على سطح الأرض دي مزرعة دواجي تمام عنده مدور الثاني لحد قبل الأخير قبل الخزان دي زرعة الرأي عنده يبقى من فوق لتحت طيب يعني كان من ضمن الانتقاطات للمشروع بيقولك الشمس مش هتوصل للنباني أنا عندي المبنى مفيش حطان والمبنى بس مسلحة بس عمدان وسقف الشمس أنا عندي الشمس من الشرق والغرب عندي طول المبنى 504 عرض المبنى 50 متر لو الشمس جات لي من الشرق في طوله 504 كشفت لي الدور كله والشمس وصلت لحد آخر جدر من ناحية التانية وفي نفس الوقت الغروب الشمس هترد برضه على الناحية التانية إبقى أنا دلوقتي جميع ما في المشروع بيخدم على المواطن مصري أنا في نهاية المشروع أنا بوعفل المواطن المصريين طب معلش هتكرر بس تاني الكهرباء هتوصلها زي أنا مش عايز كهرباء في المشروع غير في الحارت بس الحارت بس طيب بالنسبة لخزانات المياه اللي بتبقى فوق فايدتها ايه بالنسبة للمنزرعة السمكية والنبات أقول لحضرتك حاجة هو خزان المياه اللي فوق أو خزان المياه اللي تحت وفي نفس الوقت المياه موجودة على طول هتبقى فيها هنستفد بيها ونعملها مزرعة سمكية وفي نفس الوقت المياه لما تبقى فوق الهارو بالراحة المياه هتنزل من دور لدور في الآخر هتصف لكلها نقطة نقطة مش هتساب نقطة بقلب الأرض لحد الخزان اللي تحت مستوى الخزان اللي فوق قال بعد كام سئية بعد عشر سئيات هرجعتنا رد هرد المياه من تحت لفوق المياه هتبقى ملوسة بعد حد كده هتبقى ملوسة إذن هينتقى عليها نباتات أو محصول نفسه لا مياه ملوسة المياه دي أنا خدت المكان وخدت الزراع بعيد عن وسط التلوث القاهرة ووسط الفلاحين اللي هنا والحاجات اللي أحنا بنشوفها وخدتها في الصحراء أولا وأخيرا لصحية المحاصيل الزراعية طيب بالنسبة للمياه المياه ناتجة عن المياه المياه ناتجة عن المياه سمكية هتصرف ازاي؟ هتبقى سابتة زي ما هي مش بناقية لو في ألف سنة أنت عندك نهر من المياه بتجف منه في أسماك الأسماك بيحصل لها حاجة بتتلوث حصلش أي حاجة مفيش أي حاجة بتحصل الحاجة الوحيدة اللي تلوث المياه الإهمال إهمال أنا طيب حلوة أوي الفكرة دي لحد دلوقتي بالنسبة للتكلفة احنا عايزين بقى نتكلم بالتكلفة التكلفة بس قبل التكلفة هنقول مثلا نتاج المشروع أنا عندي نتاج المشروع لحسابها تاني مع المشاهدين 78 مليون أرداب أمح 78 مليون أرداب رز 550 مليون أنت عمل دراسة جدو على الكلام ده؟ أيوة أنا محسبها في المجاوة أتخلى بالك كل حاجة بالصمت وبالورع والألم في جمالي أنا مش مسجل أي حاجة في ورع والألم لأن جاء الانتهاكات كتير في الفيس والتويتر في ناس بيقول أنهم صاحب عرضوا أفكار لما أنا أتلقى في الحلقة الأولية الناس كتير أطلعوا قالوا في أفكار شبيهة أو فكرتي وأنت حرام ومش حرامي أنا ما اتكلمتش معه وما أردت عليه بس أنا فهمت أن فيه أفكار بتوحى اليوم أن فيه أفكار شبيهة الأفكار كل واحد منه فكره أهم حاجة المصلحة العامة للشعب المصري اللي إحنا عايشين فيه أنت عندك فكرة أنا هسندك فيها وأقف كتفك وننفسك لو أهم حاجة الفكرة هتخدم الشعب كله أنا دلوقتي وفرت للشعب المصري 78 مليون أرداب بأمح 78 مليون أرداب برز 50 مليون كيلو لحوم في الدواجن 50 مليون تقول أرقام خيالية تحل أزمة اقتصادية فعلا أزمة لحوم البيضة مثالا يعني ارتفاع أسعار الدواجن أنا حاسب كيلو الدواجن بعشرة جنيه يعني الفرخة السلام ده لو عايزي تنفسي تنفس في خلال قد إيه وحنحس بالنياتك أنا أقولك هيتنفس إمتى وقته بس لما خلص كنته دي لما خلص البشاري المشروع ومعانا الأسماك برضو 50 مليون طن أسماك بعشرة جنيه السمك يعني الأرباح سنويا الأرباح سنويا احسبيه مع حضراتك كده 78 مليون أرداب بأمح على حسابة الأرداب بألف يعني حوالي 78 مليار جنيه ونفس النظام 78 مليون مليار جنيه فوائد الرز النتاج بتاعت الرز معاك الدواجن والأمح 500 مليار جنيه ده 500 مليار وده 500 مليار أنا بقول لحضرتك الأرقام دي أقل أرقام في الناتك يعني أنا بخلي زرقتي خائبة يعني بدل ما أطرح مثلاً 15 أرداب بقولت أنا أطرح 10 أرداب أنا زرقتي خائبة ماشي فالأرقام اللي أنا بقولها لحضرتك دي دي بتاعة الفلاح اللي هو مش فلاح اللي هو ضعيف خالص اللي زرقته خائبة اللي هابيهرحش أنت مزارع أنا لحد أمي أنت مزارع وإيدك في الأرض وإيدك في المحصول وعندك خبرة في الزراعة وفاهم الدنيا ماشي أزاي أنا أهم من ده كله بقى المبلغ الكبير جداً الضخم اللي هو البيض بتاعة الدواجب أنا عندي 25 مليار دجاجة في قلب المشروع أنت بتقول الأرقام خيالية الكلام ده هيبقى على لو أنا عملت مثلاً العمارة اللي أنت بتقول عليها أوكي على مساحة الدئف من الفدان ست فددين لازم تتنفذ على ست فددين لا مش لازم العامل اللي هي ست فددين لمصلحة واحدة لمصلحة واحدة إيه المصلحة؟ بس لو تنفذت على ست فددين هتعمل الاكتفاء ده طبعاً طبعاً أنا قلت ليه ست فددين ولو عشر فددين برضو المبنى كل ما يبقى الشغل قدامك مفتوح تكاليفه تبقى عالي غير أن أنا هبني مثلاً مبنى على فددان أيوة ماشي وخلصت المبنى وهانقل تاني على مبنى تاني هدفع تكاليف نقل وتكاليف تانية هضفها ليه؟ لا أنا مش عايز التكاليف دي أنا عايز المبنى على ست فددين على ست فددين هيبقى على الأقل حتى حقق نتيجة المرغوبة لحضرية تقول عليها على الأقل حتى المبنى هيبقى مسك نفسه على ست فددين مهما حصل الزلزيل مهما حصل نوابع التوابع من التغير المنافي لأنه بفعلاً عندنا طبعاً التغير المنافي والانتشار الزلازل ده كله أنا عامل المشروع حماياً نفسه بيحمي نفسه المشروع بيحمي نفسه فيه مهندسين متخصصين حضرتك عرضت عليهم؟ أنا عرضت كتير بس زي مين كده؟ لا بدون ذكر عسامي أصلي في ناس تكلمت في مبالغ كبيرة اللي هي تقف معايا بس أوصل المشروع أو تتكلم دي في مبالغ كبيرة أنا عرض عليها ناس تشتري المشروع بستة مليون جنيه واحد إخواني من مصر والله 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 ستة مليون جنيه الكلام ده من سنة قلت في مستشفى كبرى الأوبة تابعة للاقوات المسلحة ابن أخويا كان عامل عملية واحد إخواني ابن مصاب قال لي المشروع مش هينجح عشان خاطر انت مسميه عمارة الإسلام قلت له شرف لي اننا سميه عمارة الإسلام أنا راجل مسلم وربنا أمرنا بعمارة الأرض ولا من حزن حظي اسمي علاء عمارة يبقى لما سميش اسمي يبقى لما سميش اسمي المشروع عمارة الإسلام بس ده انت هتتعرض لانتقادات كتير أنا بقوله حضرتك أنا نفس طويل الحمد لله أنا بعد ثلاث سنين زي ما حضرتك عارفة بلف على السيدة الرئيس أفتاح السيسي عشان خاطر أتقابل معايا خمس دقايق أوضح له واشرح له المشروع بكاية بعيد عن الدواجن بعيد عن السمك بعيد عن الأمح بعيد عن الرز معاك بيض الدواجن معاك خمسة وعشرين مليار بيضة يوميا بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور بعد ثلاث شهور لإني عند الكاتكوت بيبشر بعد ثلاث شهور بعد تسعين يوم معماتش حساب الأعلاف طبعا لأنه بيبقى في حزمات بالنسبة اللي احنا في حالة حارب دلوقتي وقصة حضرتك أنا عامل المشروع متكامل ليه وبيخدم على بعضه عملت ليه سمك وعملت ليه فراخ أنا بقول اللي بيقولك المشاهد أنا معاك في كل ذا أنا معاك الواصل لده كله أنا عندي وود الدواجن السابلة اللي تحتها دي مطرح السبخ ومطرح الأسمدة ومطرح الكماويات تمام بدل ما أجيب كماوي بمليارات لا كفاء عليها الأسمدة اللي بتطلع من تحت الدواجن مخلفات الدواجن هتستخدمها؟ هتستخدمها في الأرض للطربة طيب العلف بتاع العلف ده أنا عندي أمح كتير عندي خير كتير في قلب أرضي كتكوت؟ أيوة طبعا أه مانع في نفس الوقت هعمل إيه مانع خلاص أنا نفست مشروعي نفست مشروعي مشروعي تنفذ الخمسة وعشرين مليار دول بيجيبوا في السنة حوالي تسعة بليون وكسور بليون اتنشر صفر ماشي أرباح المشروع سنويا عشرة بليون ومئتين واحد وتمانين مليار جنيه في السنة هعمل إيه؟ المشروع بتاعنا قلنا إيه؟ بصراحة هي حاجة مبهجة جدا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أتمنى أنها تتحقق وتمنى المسؤولين بجد صوتك يوصل للمسؤولين وأنا بناشد المسؤولين فعلا لازم تشجيع الشاب الأستاذ علاء أمارة على تحقيق حلمه وينحقق فعلا اكتفاء ذاتي وحل الأزمة اقتصادية في بلدنا وخير يعموا على بلدنا الفضل حضرتك المشروع بتاعي أمارة الإسلام اللي هو الزراعي فقط لغير مرصد له مليون فرصة عمل مصريين هتتيح فرص عمل كبيرة مليون فرصة عمل محسوبة 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 مليون فرصة عمل في الزراعة بس وخدمة الدواجن والأسماك جميل جدا أنا نفست المشروع بتاع الأرض معي فلوس كثير قوي عشرة بليون جنيه هعمل إيه أنا الدائر بتاعي حولين مصر يعني مصر إيه قلب ماشي الدائر بتاعها المشروع بتاعي اللي هو المشروع الزراعي هاجي بعد منه خط هو حولين الحدود هعمل برضو خط موازي حولين إيه المشروع بتاعي هيبقى فيه مليون مصنعة المليون المصنعة ده هيبقى إيه لتصنيع مواد الأمح أي حاجة بتطلع من الأمح طب حضرتك أنت عامله على أساس دراسة أيوة طبعا عدد المصانع دي أيوة أيوة وفي نفس الوقت مش دي الأمصانع بس معلش أنت يعني قلت منين منين إيه مين يعني مين اللي ساعدك في دراسة الجدوة دراسة الجدوة الجدوة أي دراسة الجدوة الخاصة بيها ما فيش حد جد دماغي أنا دماغي وحشة دماغي وحشة دماغي وحشة حوالين الحدود حوالين المشروع بتاعي لأن المشروع بتاعي حامي الحدود حاميه قفل الحدود نهائي أنت عايز مبلغ كبير وميزانية ضغط بليون جنيه مليون جنيه بس بليون بليون 12 صف طب معلش بقى يعني هل أنت شايف حد يقدر لشجاء يعني زور في الاقتصادة اللي إحنا أعرض عليك بس بعد أكمل موضوع المصنع أنا بقولك المشاهد بيقول إيه أنا عارف أنا عارفه مع حضرتك أنا دلوقتي أنشأت ألف مصنع تمام الألف مصنع ده كل ده هيبقى قطاع عام كل ده هيبقى قطاع هيبقى تابع الدولة ولازمة تبقى الدولة هي الرئيسة فيه أنا أنشأت ألف مصنع ألف مصنع دول هيبقى شغلهم كالقاتي أي حاجة طالعة من الأمح بسكوتات كرتهات أي حاجة تتصنع مكرنات الكلام ده هيبقى إيه المصنع جنب الإيه جنب المغزن جنب المزرعة نفسها وفرت عليه النقل من هاله إذن إم الشاب فيه أولا التكاليف بتاعته التكاليف بتاعته هتبقى قليلة وفي نفس الوقت أنا مسلمك الأمح أعلم من بره الضعف ونص يعني بره بين باب ألف ونص سلمتك بألف جنيه في نفس الوقت أنت رخصت غزب عنك ورجلة فور عابتك لأن أنت رسلتش الناس هترخص لو مش أترخص خليك مكانك خليك مكانك وأنا الألف مصنع اللي أنا هعمله هيبقى طعا هم اللي هيخدموا على الشعب في نفس الوقت أنا عملت الألف مصنع في نفس الوقت مفجأة مفجأة وهذه المصريين إنشاء مليون وحدة سكنية حوالين المشروع طبيعي هيبقى فيه فرص عمل فيه فرص عمل أنت معاك مليون معاك مليون في المشروع فلازم نلجأ لإنشاء وحدات سكنية معاك مليون في المشروع معاك مليون في المصنع هديك كده معاك 2 مليون فرصة عمل في نفس الوقت الفوارغ بين المبنى والمبنى هنعملها مزارع موالح طفاح ومانجا وجميع الفواكه عملت تلاجات من عندي 2 مليون فدان بين المباني أنا لازم أستفد بيهم هعمل إيه؟ مزارع دواجن مزارع آسف مزارع موالح وفواكه هعمل في نفس الوقت أصد منهم هل هي صالحة ولا لأ؟ الأرض الزراعية ده أنا اللي بعملها يعني كمان أنت هكامل استصلاح لأرض الزراعية الموحيطة بالمشروع هو المبنى حضرت الخطة الموالح أنا بكلم عن الموالح الموالح دي هتبقى بين المبنى والمبنى هتبقى عرض مستصلحة وفي نفس الوقت المية بتاعتها بتاعت الرأي هتتصفى في الخزان ما فيش نقطة الخزانة اللي تحت اللي بين المبنى ده والمبنى ده الموالح مثلاً المزارع التفاح المزارع التفاح دي بين إيه؟ بين مبنى ومبنى المبنى اللي أسفله والمبنى ده أسفله إيه؟ خزامية ومزرعة السماكية وفي كل مبنى كل مبنى خاص بنفسه فوق وتحت ما هو اللي فوق ده يصف فين ما هو ما صفاش تحت بقى الماء ورحت في التربع بقى لكده خلاص كل صان طيبة المشروع بيحقق وبيوفر لمصر حوالي 25 مليار متر مقعب موية في السنة بتروح في الهالك دلوقت سيادة الرئيس عمل حاجة مفيدة مفيدة جدا للمصريين اللي هي ترميم الترع ترميم الترع لان المية ما كانتش بتوصل للفلاحين وفي نفس الوقت البحار والترع كبتت بتشربها في زواريق في قلبها وفي حاجات بتشرب يبقى سيادة الرئيس صرفنا مليارات في ترميم الترع عشان خاطر ايه هدفنا الاول ايه ان احنا نحافظ على نقطة في المية في نفس الوقت انا بصرف بعد ما سيادة الرئيس صرف المليارات ده كلها انا كفلاح بصرف فلوس تاني عشان اطلع على المية من قلب البحر وارميها في قلب الارض باستفدش بها تاني احنا بنتكلم في مزرعة الايه انت بتقول مية بحر مية النيل مية النيل دي بتخش على البحور والترع اللي اللي بروي ملها كمزارع المية اللي اللي بطلعها من قلب البحر اللي هو الدولة صرفت مليارات عليها ترميم انا في نفس الوقت بصرف برضو جاز وبصرف بجيب مكة نديز اللي بحطها على البحر بصرف فلوس قد كده وبتبهدل وبطلع على المية كده برميها في ايه عشان اروي بيها بس المية بتروح فين راحت مافيش استفادة منها تاني ماهبتنزل بقى خلاص ولسوان طييلة بتنزل لكن انت هنا بتعمل توفير المية اهم حاجة حفاظ المية لان المية هدخلنا ازامات كبيرة عليه تاني حاجة احنا عملنا الاثنين مليون موالح وصاد منهم هنعمل خمسين تلاجة بتاعت الموالح عشان خاطر اصل اغلب الناتج بتاع المشروع هيتصدر عشان يجب لي قمة صعبة انا لازم احافظ على جودة بقى المنتج اهم حاجة جودة جودة دي اهم حاجة وصحية المحاصيل ده اهم حاجة فعلا في افكار جديدة حضرتك عايز تضرها في افكار الفلوس دي هتروح فين انا هعمل ايه انا طبعا كل تحتكات السادة الرئيس ان شاء الله برنامج انا اتمنى يعني سيادة الرئيس اولا اول حاجة طيب اعزائي المشاهدين انا كنت اتمنى ان يبقى ان شاء الله يبقى لينا حديث اخر باذن الله وتعرض افكار اكتر وتكمل لكن للأسف وقت البرنامج ما سمحش فانا بشكر جدا واتمنى ان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين ورسالة لسيادة الرئيس حضرتك الاب الروحي للشباب ودعم ليهم ودايما بتشجعهم لتوليد افكار جديدة والحل لمشكلة الازمة لوصول الاجتفاق الذاتي وان شاء الله يا رب اذن الله الحلقة تلاقي ناتج من المسؤولين ويسمعوا وتوصل لهم ويتحق ان شاء الله حلم الاستاذ علاء امواره وكنتم مع برنامج حوام مفتوح اشتركوا في القناة